السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الشباب اليوم رح نشرح طريقة تسجيل الخروج من تطبيق ماسنجر فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية شباب إذا دخلنا على تطبيق ماسنجر ما رح نحصل أيقونة تسجيل الخروج فنفس العدادات ما في أي خانة بحيث أنك تسجل الخروج من نفس التطبيق فعشان يا شباب تقدرون تسجل الخروج من تطبيق ماسنجر كل يتحتاجون تسوونها تروحون على الضبط عندكم في الجهاز فمن هنا يا شباب تنزلون شوي تحت رح تحصلون أيقونة التطبيقات تضغطون عليها وبعد كذا تروحون على البحث تكتبون ماسنجر فلو تلاحظون ظهر معنا تطبيق ماسنجر بهذه الطريقة فكل يتحتاجون تسوونها تروحون على أيقونة مكان التخزين وبعدين من هنا تروحون على خيار مسح البيانات وبعد كذا تضغطون موافق فالآن يا شباب خلونا نروح على تطبيق ماسنجر ونتأكد هل تم تسجيل الخروج أو لا رجعنا لكم يا شباب عن طريق تطبيق ماسنجر وتم تسجيل الخروج فهذه كانت يا شباب الطريقة بكل اختصار الآن تقدرون تختارون أي حساب تقدرون تدخلون فيه هذا كان شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر عن ماسنجر أو تطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة